أعتقد أن الفكرة صارت بينة وواضحة فنحن لا نستطيع أن ندرك باطنهم لا نستطيع أن ندرك باطن الحسين وفي الوقت نفسه لا نستطيع أن ندرك ظاهر الحسين وأنا أتحدث عن الكتاب الإلهي الناطق إذا كنا عاجزين عن إدراك ظاهر الكتاب الإلهي الصامت إلا من خلالهم فما بالكم ونحن نتحدث عن الكتاب الإلهي الناطق إننا لا ندرك شيئا لا من باطن الحسين ولا من ظاهره قد يقول قائل إذن ما معنى أن يزور الزائر وأن يكون عارفا بحق الحسين ما هي هذه هي المعرفة؟ المعرفة هي هذه معرفتنا بهم عجزنا عن معرفته هذه هي معرفتنا بهم عجزنا عن معرفته لكن العجز لا بد أن يكون مبنيا على علم على معرفة على وضوح صورة لا أن يكون كلاما إنشائيا يردده المرددون على ألسنتهم لا بد أن يكون العجز عن معرفتهم ناشئا من معرفة واسعة وعميقة جدا أقرأ هذا النص عليكم من الكاف الشريف للكلين من الجزء الأول وهذه طبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في صفحة الخامسة والعشرين بعد المائتين حديث مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه حديث طويل وهو الحديث الأول في بابه إمامنا الرضا هكذا يقول فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره أية خيبة أية خيبة وقعت فيها هذه الأمة وهي تختار الأئمة بحسب برنامج السقيفة بني ساعد أية خيبة وقعت فيها هذه الأمة وأية لعنة حلت بها لقد لعنت نفسها بنفسها فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات 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 ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئة العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن أي شيء عن وصف شأن من شأنه لا نعرف شيئا لا من باطنه ولا من ظاهره وصف شأن من شأنه هذا أمر يرتبط بظاهره وليس بباطنه تدبروا في هذه الكلمة تدبروا فيها هؤلاء هم أئمتنا لا شأن لكم بهراء أولئك الأعراب إنهم أعراب سقيفة بني ساعدة ولا شأن لكم بأولئك الثولان إنهم ثولان سقيفة بني طهسي فمن ذا الذي فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات 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 ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئة العيون وتصغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله إمامنا الرضا هو الذي يقول لست أنا وكيف يوصف الحسين وكيف يوصف بقية الله وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله الإشارة هنا إلى باطنه مثلما مرت الإشارة إلى ظاهره عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير هذا في ظاهره أما في باطنه وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه ويغني غناه لا كيف وأن هذه كلمات إمامنا الرضا وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الأختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا هذا حسين الذي نتحدث عنه فأين الأختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله أتظنون هذا كلام الرضا أيضا هو الذي يسائلنا يسائل هذه الأمة الغبية أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله ويستمر الحديث يستمر إمامنا الرضا يقول ويقول ويقول الأمر واضح الأمر واضح لا يحتاج إلى بحث طويل نحن عاجزون عن إدراك ظاهر الحسين وحاجزون عن إدراك باطن الحسين وكل جهة لها شؤونها المقامات الظاهرية لها شؤونها والمقامات الباطنية لها شؤونها وعجزنا عن إدراك المقامات الظاهرية هو غير عجزنا عن إدراك المقامات الباطنية هو عجز في آخر الأمر لكن العجز له حيثيات وله شؤون أيضا بحسب كل إنسان وبحسب مراتب العقول والإدراك من الآخر من الآخر من الآخر إذا كنا إذا كنا نبحث في هذا العنوان أن زائر الحسين يزور الحسين وهو عارف بحقه المعرفة تبدأ من هنا من عجزنا عن معرفته لكن الكلام هذا ليس إنشائيا لا بد أن يصدر عن علم مثل ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله نصف العلم قول لا أعلم نصف العلم قول لا أعلم لا أعلم هذه التي تصدر عن عالم موسوعية عن عالم قد حقق ودقق في كل شؤونه العلمية وبعد أن توسع علمه واتسع طلاعه ودقق وتقص وتحقق وتحقق من كل المعارف وصل إلى هذه النتيجة فقال لا أعلم وغاية الإدراك أن أدري بأني لست أدري لست أدري وغاية الإدراك هي هذه أنني أقر بعقلي وقلبي ووجداني وضميري بأنني لست أدري لست أدري عن تحقيق وعن تطقيق لا أن يسأل جاهل لا يعلم شيئا فيقول لا أعلم يقال لهذا نصف العلم قد يصدق هذا الكلام من جهة أخلاقية باعتبار أن المسؤول لم يدعي العلم وإنما نطق صادقا فقال إني لا أعلم هذا وجه من الوجوه الظاهرة من هذا الحديث لكنني لا أتحدث عنها هنا إنما أتحدث عن أفق عميق في هذه الكلمة نصف العلم قول لا أعلم على أي حال على أي حال معرفتنا بحق الحسين تبدأ من هنا من عجزنا عن معرفته نحن لا نستطيع أن ندرك ظاهره وفي الوقت نفسه نحن لا نستطيع أن ندرك باطنه مع أننا نعتقد من أن جمال الله تجلى في وجود الحسين صلوات الله وسلامه عليه بأجمل النشآت إنه أجمل الجمال أجمل الجمال اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله هذا جمالهم جمال المخلوق جمال الله الذي تجلى في المخلوق ولذا كان على مراتب فجمال الله الذهتي لن يكون على مراتب المراتب في جمال المخلوق و أجمل جمال الله تجلى في محمد وآل محمد اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وهذا المضمون ظهر جليا في حسين صلوات الله وسلامه عليه لأن الحديث لأن الحديث عن حسين وما هو ببعيد عن الأذهان فإن اللفظة هذه حسين هذه اللفظة تعني الجمال والجمال والجمال وفوق كل هذا الجمال يأتي الجمال أيضا كلمة حسين تعطي هذا المعنى فنحن عاجزون عن إدراك ظاهره وعاجزون عن إدراك باطنه ولكن بتعليمهم بتعريفهم بتوفيقهم لنا نستطيع أن نتلمس آثار مقاماتهم الظاهرية بتعليمهم وتعريفهم وهدايتهم وتوفيقهم نستطيع أن نتلمس آثار مقاماتهم الظاهرية حديثنا عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يمكننا أن نتلمس بعض آثاره الشريفة من آثار الحسين من آثار مقاماته الظاهرية وليست الباطنية في المقامات الباطنية فلا يمكن أن يصل الأذى لحسين وإنما في المقامات الظاهرية يصل الأذى لحسين أتحدث عن الأذى الترابي في المقامات الباطنية لحسين لا يوجد شيء اسمه ألم في المقامات الظاهرية فإن الألم يمازج حسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو الذي جرى في عاشراء من آثار مقاماته الظاهرية مشروعه العاشراء يمكننا أن نتلمس أثر الحسين في مشروعه العاشراء والمشروع العاشراء هو أيضا له ظاهر وباطن كل شيء في هذا الوجود له ظاهر وباطن الأشياء المادية المحسوسة لها ظاهر محسوس وباطن محسوس والأشياء المعنوية لها ظاهر معنوي ولها باطن معنوي والأشياء الغيبية كذلك لها ظاهر غيبي ولها باطن غيبي ما من شيء إلا وله ظاهر وباطن كل المخلوقات ينطبق عليها هذا القانون المشروع العاشرائي له ظاهر وباطن أيضا باطن المشروع العاشرائي الرجعة العظيمة لا نستطيع أن ندرك أبعادها العميقة إلا إذا كنا في ذلك العصر ونحن في زمان الغيبة ندرك ما ندرك بحسب ما حدثونا فباطن المشروع العاشرائي الرجعة العظيمة والرجعة العظيمة تترقى في مراتبها حتى تصل إلى جنة الدنيا إلى الدولة المحمدية العظمى في آخر عصر الرجعة العظيمة قد يقول قائل وعصر الظهور المهدوي إنه جزء من ظاهر المشروع العاشرائي الظهور المهدوي مقدمة مقدمة للرجعة العظيمة المشروع العاشرائي له ظاهر وله باطن باطنه الرجعة العظيمة في الدعاء المروي عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم والذي يقرأ في اليوم الثالث من شهر شعبان في مولد سيد الشهداء الذي أوله اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يقول الدعاء قتيل العبر من هو من هو إنه الحسين صلوات الله وسلامه عليه إنه قتيل العبرات هكذا نعرفه رسول الله صلى الله عليه وآله عرفنا بحسين من أنه قتيل العبرات إنه قتيل العبر من مراد من ذلك ما ذكره مؤمن إلا واستعبر يا حسين ما ذكره مؤمن إلا واستعبر قتيل العبر وسيد الأسرة إنها أسرة محمد صلى الله عليه وآله قتيل العبر وسيد الأسرة الممدود بالنصرة بالنصرة المحسوسة متى؟ يوم الكرة إنه اليوم الثاني من أيام الله فأيام الله ثلاثة اليوم الأول يوم القائم يوم قائم آل محمد وهو داخل في الجزء الظاهري من المشروع العاشرائي أما اليوم الثاني وهو يوم الرجعة يوم الرجعة العظيمة يوم الكرة هذا داخل في الوجه الباطني للمشروع العاشرائي قتيل العبر وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض عن قتله المعوض عن قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته بعد قائمهم وغيبته إنها الرجعة العظيمة لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الكلمات أعيدكم إذا كنت موفقا لذلك أعيدكم أن أفتح عبر هذه الشاشة فنرام للرجعة العظيمة مثلما فتحت عبر هذه الشاشة فنرام للظهور المهدوي أعيدكم إذا كنت موفقا وجرت الأمور بأسبابها أن أفتح لكم فنرام للرجعة العظيمة كي تطلعوا على جانب من أسرارها من الأسرار التي وصلت إلينا عبر أحاديثهم ورواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر